ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفياً النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة تاجيل أستاذ تيسير بعد التحية يعني دعم لا محدود تقدمه مصر على مدار الساعة للأشقاء الفلسطينيين كانت آخر وأبرز حلقاته بأروقة الأمم المتحدة كيف تقيم هذه الخطوة تحياتي يوسف بيلة زملتنا الغالية ولكل سادة المشاهدين والحقيقة احنا كلنا ساعدنا جداً بقبول فلسطين في الأمم المتحدة ب143 صوت شيء كويس قوي مصر قامت بدور متميز في دعم هذا الملف ومصر دايماً مع القضية الفلسطينية ومع إخواتنا الفلسطينيين في حل كل مشاكلهم بقدر المستطاع وبضغط جامد وباجتماعات مستمرة وبانفاوضات مستمرة واهتمام السيد الرئيس بالقضية الفلسطينية اهتمام واضح أمام كل العالم كل الناس شايفة دور السيد الرئيس في محاولاته المستمرة في حل القضية الفلسطينية وفي دعم إخواتنا الفلسطينيين بكل المساعدات اللي احنا بنقدمها واللي وصلت لها أكتر من 80% من المساعدات اللي دخلت لهم كل المجهودات اللي بتتم ده دليل على قناعة القيادة السياسية بأهمية دور حل القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت نتيجة اللي احنا شايفينه من العدو الصهيوني المحتل من التصرفات الغير طبيعية تجاه المدنيين بصفة خاصة واهضار للمباني والإنشاءات وكل اللي احنا بنشوفه قدامنا وآخر حاجة الموقف اللي غير مقبول بوجوده على الجانب الآخر من المعبر عشان كده احنا كتحالف أحزاب مصرية وكأحزاب مصرية وكمصريين احنا مع القيادة السياسية ومؤيدين لها ومؤيدين لكل خطوات السيد الرئيس في حل والأجهزة المعنية معاه في حل هذه القضية ومهتمين جدا باخواتنا الفلسطينيين بكل ما قتينا لصالح حل هذه القضية واستقرار المنطقة بالكاد نعم أستاذ تيسير بشكل عام كيف ترى الموقف المصري وإصراره على الاستمرار في المصار التفاوضي مع الطرفين حتى اللحظة الأخيرة أعيد أقول لحضرتك وأتكلم كده ببساطة وبمنطقة فراحة ما فيش بديل على الحل التفاوض ما فيش بديل على أن الموضوع ينتهي والصراع ده ينتهي وكل دولة من الدولتين زي ما سيادة الرئيس بيقول أن لازم كل دولة من الدولتين يعيشوا في أمان وفي سلام ما فيش بديل عن الكلام ده استخدام القوة بالشكل الغاشم ده ضد المدنيين بصفة خاصة أولا والتصرفات اللي بتتم الاستفزاز الطرف الثاني ده كله بيؤدي في النهاية إلى الضمار وإلى تحتها والمباني الخاصة بإخواتنا الفلسطينيين وغزر في سهبة النهاردة بيقولك عايزين عشرين سنة عشان نبنيها مرة تانية بصالح مين الكلام ده كله بصالح مين ولادنا الصغيرين الأطفال اللي هم حقهم إنهم يعيشوا فالموضوع لابد من إنه الحل بالتفاوض وعلى مائدة المفاوضات وبتمنى أطراف اللي بتتفاوض أمام القيادة السياسية المصرية يحلوا بقى مش يخرجوا علشان خاطر يتكلموا ويرجعوا وتحصل مناوشات ونرجع من الموضوع من أول ومرة تانية الموضوع صح لا يطاق وعملها بقت معقدة ولازم الموضوع ده يتحل بأي شكل كل العرب وإحنا كمصريين كمان نفسنا الموضوع يتحل واخواتنا الفلسطينيين يعيشوا في أمن وأمان إن شاء الله الأستاذ النائب تأسير مطر رئيس حزب إرادة جيل شكرا جزيلا لك